السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ان شاء الله وبركاته مرحبا للا انا الحجة ميناء اهلا بك للا ميناء مرحبا مرحبا للا تحية كبيرا السلام عندي عسرات لولاد تبارك الله تبارك الله الله ومبارك الله ومازيد في الخير وما تلي الرازل هذه عمائن الله يرحمه استعلي الرحمات وخلني تبع المنازل ثلاثة لولاد الله يحفظهم لك يا رب مرحبا لنا يحفظهم كبيرا الليل ها يلا الله الليل ها يلا الله الليل ها يلا الله لحفظهم وليس مولادهم وهم أموتان الزهيلة وما يجونس ما كيبتهم العيامة والوكسبة غرب وحديث وفي يتشقار ليلى هيل الله لا حول ولا قوتي إلا بالله وقد فضلهم موهدي وملية ليلى هيل الله يا ربي السلام يا رب أنا بغنت تكون جين عندي وتشوفني وتعارفني وتعارفك الله يرحل والدين يا للا مينا مرحبا لا الله يحفظك لا لا أنا تكن باب بنيار أنا تكن باب بنيار أي؟ سالة أي؟ باب بنيار حين مزرعة نعم الرقم نعم نعم رقم الرقم نعم لا لا وتكن تكن باب بنيار كي يقول يا المخرجة ما كنش ندوز العناوين الشخصية ولكن هنحاول ناخد الرقم ديلكم توصل معك للا مينا وقلبي معك للا مينا للأسف الشديد للأسف الشديد للا مينا هذه صيحة إن شاء الله ربي بارك لك للا مينا أنا أخذت الرقم ديلك إن شاء الله ونتوصل معك بإذن الله ورب يقول خير ما شاء الله الله يحفظك للا أنا أخذت الرقم للا مينا السيد المخرج يقول لي ما يمكن ندوز العناوين الشخصية كأن هناك قوانين داخلية مع ديرا للا مينا الله يحفظك ويرعك كنش كنك على التواصل ديلك أنت يا ركي أم صالحة ربي وفقك باش تولدي عشرة الوليدات رمسها نينش هذ الوليدات كل واحد منهم حملته كرها ووضعته كرها ثم كتربيهم بعدما مروا تسع شهر في البطن ديلك أكلوا وشاربوا ثم كيجي بعد الحمل والوضع والألم دي الوضع كيجي الرضاع عامين حولين كاملين دي الرضاع ثم السهر بالليل وشحال دي العناية والرعاية والطفولة باللعب ثم تدخلهم للمدرسة وتقريهم وديهم وتجيبهم وتنفق عليهم وتحضرهم الطعام والشراب والملابس والغسيل والاستحمام والعطلة الصيفية يمشوا يلعبوا واسترخوا ثم كيستنفوا الدراسة ثم كتجي المراحقة والمشاكل دي الأولاد مع المراحقة ثم كتستمر الحياة هكذا مطالب لا تعد ولا تحصى ومشاكل وعقد نفسية ثم كتجي مرحلة دي الدراسة الجامعية ويقرى الإنسان وخصو مصارف كثيرة ثم يخدم وكيوقف على رجله ثم بعد ذلك كيتزوج وزواجوا الخطوبة واستقبال العائلة والحباب وراضي هذا ودي الخواطر وصوب مهناية وطيب وصوب ومن البدد كيتزوج وتفرح ومن لك يمشي للدار وكيغيب كأن شيئا لم يقع يعني هذا المجهود الكبير اللي قامت به الأم وقام به الأب كله كيصير كأنه هذا من النكران الجميل أكثر النكران الجميل هم الأولاد للوالدين كيربيهم أحسن تربية وكيبلغوهم إلى أعلى مقام وحينما يستقلون بأنفسهم أول قرار كيتاخدوا هو أنه ما كيبقوا يزوروا الوالدين إما الرجل يقدر يكون حنين ولكن ابتلاه الله بمرأة شديدة كتقول لي شوف حد اكتمه وللعكس كتلقى لك المرأة لطيفة والمرأة قلبها حنين ولكن ابتلاه الله برجل شديد يمنعها من الزيارة العائلية هذا من أخطر المخاطر اللي يحفظنا وإياكم تجلبوا غضب الرحمن لكننا كنتكلموا الآن بزاف ناس كنتكلموا على أن المطار منحبس والغلاء دي المعيشة وهذا الجو الموبوء من بين الأسباب هي هذه الأمور البسيطة أن الرحمة فيما بيننا ما كتبقاش أن الحنان يغيب وبر الوالدين على وجه الخصوص إلا بر الوالدين كل شيء ممكن الإنسان يتجاوز فيه إلا 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 بر الوالدين لأن ربنا عز وجل أصدر حكما قضائيا من السماء حكم قضاء رباني قال في سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْحَأَدُمَا أَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَ أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا خطير جدا هذه الآية فيها قضاء إلهي حكم إلهي واللي كي يغيب على والديه راه ينتظر الله يسترنوى إياكم في الأول اللي كيتها الله في والديه وكي يحاول يسعدهم ويحاول ينفق عليهم ودائما كي يسول فيهم هذا راه مرضي عمر الخير ما غدا يخطاه راه سر الغنى لليش بعض الناس أغنياء وأترياء وبعض الناس سعاداء وبعض الناس كتقول لليش هادو سعاداء وهادو تعاساء أياما بحثت عن سر السعادة وسر الغنى وسر الحظ السعيد كنت أزور عدة حائلات في مختلف المدن المغربية وطبقات من أدنى السلم الاجتماعي لسكني في البريرك إلى أعلى 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 السلم الاجتماعي اللي في الفيلات القصور وكان ندخل هنا وندخل هنا وكتحاول تحلل وتناقش فين كين سر أول سر ريم اللي كتلقاه مرضي ومهدي كتلقى ربي عز وجل ليكرمه ربي عز وجل من صفاته الحياة يستحيي لكل من كان مرضي الوالدين أنه يآده المرضي والمرضية كتلقى فيه النظر زينة وكتلقى الحمد لله الخير عن دكتير وكتلقى الحمد لله ولادتهم مرضيين معه وكتلقى الحياة كلها طيبة والله يسترنو إياكم الذي لا يبر بوالديه أو ينهره وكتلقى الحمد لله المستويات فينهار يصل إلى أعلى القمم كتلقى كيقول المسؤول مسؤول في الدولة ولكن ذاك المسؤولية اللي يعطاه الله تعالى عقابا له من اللي يدخل ذاك المسؤولية ما كيبقى شيء نعس كيعود الهواتف كيتصل به من هنا ومن هنا والمسؤولية اللي كبر منه فين كنتي وخاص 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 كيعود هذاك المسؤولية وذاك المنصب العالي بالنسبة إليه عقاب أليم وكيلك يبني ضار كبيرة قصر وكيسكن فيه وهذاك القصر واللي في حد داتي عقاب أليم كيلقى فيه الأشباح وكيلقى فيه تماريد ويقى فيه العكوسات وكيلك يعطي الله مال وفير تجارة كبيرة وهذاك تجارة ذاك المال في حد داتي عذاب أليم وكيلك يعطي الله زوجة جميلة بحل ملكة الجمال ولكن هي في حد داتيها عذاب شديد والعياد بالله ربنا سبحانه وتعالى كما أن اسمه اللطيف بالعباد اسمه الجبار المنتقم فعلينا أن نحضر هذه الصرخة لصرخاتها للنمينة من سالة بعد أن ولدت عشرات اللي ولدات سبعات البنات وتتت الذكور وتزوجوا ومشاوا أش حص يكون هنا خاصة أمهم دا بتكون بحل العروسة أمهم تكون معززة مكرمة المفروض 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 الولد الذكر الكبير الكبير هو خليفة والده هالشي اللي احنا تعلمناه في التقاليد المغربية الأصيلة المغرب عنده تقاليد وعنده عادات أصيلة رائعة كانت الأسر المغربية من اللي يولده المولود الذكر وليس الذكر كالأنت هذا ماشي تمييز وإنما حقيقة اللي هي جميلة المولود الذكر الأول كيف يفرحوا بفرحة عظيمة وكي زغرة تولي سبعات زغرتات وكي تبحوا لي الدبائح وكي تجمعوا العائلة والأحباب ويخلزوا السلكة دي القرآن علاش هدك في الباركة المولود الذكر الأول الكبير كي يكون هو الخليفة دي الباه إلا مثل وليد ولكي جمع خوتاته إلا احتاجوا المال هو اللي كينفق عليهم إلا شواح في مخطأ ودرزا لا هو المسامح كريم كتلقى دائما كيلعب دور رجل الإطفاء يطفئ الغضب كتلقى كيلعب دائما هدك الصندوق دي الحالة الإضطرار إلا وقع هناك فقر أو حاجة هو الذي يتدخل وينفق وكتلقى دائما كيلعب شمل وأول ما يقوم به يحتضن أمه الأم كي يحتضنها كيلس معاه لأن الأم وخي يكون عندها المال خاصة مع من تكلم خاصة مع من تحاور خاصة مع من كيل أمهات كنعرفهم جلسين بوحدهم وكيجي أولادهم كيجيبونهم ديك المانضى كل أشاركي جيبنه المانضى أقول لأ ما بريتاش هذه المانضى ما بريش أنه المانضى الفلوس أنا بريت بريت الجماعة دي العائلة بريت ولداتك نشوفهم بريت الحافة نشوفهم بريت نجلس ولكن شكل يخلاك شكل يخلاك كتلقى النفوس مريضة كتلقى لك يقدر يكون هذا الذكر من هالطينة طيبة لكن بتولي بمرأة شديدة وتقدر تكون ديك البنت طيبة وحنينة لكنها بتوليت برجل عنيف وما كيرحمش ويخضروا بجوجهم يكونوا ما فيهم رحمة وكيبقوا دائما ضياع في ضياع الصيحة اليوم اللي سمعناها ديالي اللي أمينة لا تنطبقوا عليها فقط هي في سلة تنطبقوا على المئات اللي لم أقل الآلاف من الأمهات الآن رأى الآن في البيوت ديانهم يا ما زرت الكثير منهن قد قاسكنا في الصح في براك عند براكة صغور وعند كاس واحد وعند رويديو هو الأنيس ديالها ومرة مرة كيزورها وعلى شكيزورها كيقول واش ماتتوا لباقة واش قربت تودعوا للا كيفاش بغيتوا الأمطار دي الخير تنزل على هاد الأرض السعيدة كيفاش بغيتوا الأسهار أنها تعود مخفضة كيفاش بغيتوا الوباء أنه لا يهدد الناس وحنا كنشوفوا هاد المعاملات في الوالدين ومع ذلك للا أمينة رحمة الله واسعة رحمة الله كريمة كنت ذكر وحد المرة عشت حالة بحالة دي موحة السيدة حتى هي ولدات ولدات وتخلوا عليها شي مشى البرة ما بقاش رجع وشي في مدينة أخرى قيلك عنده مسافة طويلة غبر وشي قريب منها أحدها أحدها قريب منها وحد ولده كان خدم معي في إدارة عمومية وبسيارة الفخمة دياله عنده وعنده شقة ديال الدولة كبيرة كان عليه يتمتع بها ويتمتع مع أمه ولكن عنده موقف ما كيزوروهاش وبقات هذه المميمة بوحدها وحتى واحد ما كيزورها بقات في وضعية صعبة خبرتني وحد سيدة وانا زرتش في الحالة ديالها البيت كله مبعتر الرائحة كريهة فكانت الغدله بشأن وحد المجلس كان فيه وحد ندوة علمية وكانت نتكلمون وانا نتير هذه المشكلة لهم البالح نتشت وحد سيدة كذا وكذا فتطوع إحدى الأخوات الفضليات تابعين المجلس العلمي كانوا جلسين فيما بينهن قاموا وحدة أخوات قال لك أوررنا هاد الأخس فين كينا كتليم في المحل كذا وكذا فعلا مشاولة عندها القوها قلت سب وحدها بريل تتيبار فيها واحد الحالة وضعية الدار فيها ريحة كريهة النظفة ما كيناش جو حد ما كيزورها دخلوا عندها وقال لها اعتبر نحن بنتك ما بغيروها حسنة لله فعلا بدوا بأول حاجة قال لها هندوك للحمام هزوها الدواء الحمام الشعبي كسلوها مزيان عوموها مزيان والأخريات بقوا في الدار هي خافت في الأول شكون هادو من اللي جيل كلي رأى معايا قوني هان يا ربي حافظك هنكوني مطمئنة طمعا عنت المرأة مسكينة مشاوجو جات الدواء للحمام الشعبي غسلوها مزيان وفركوها مزيان والأخريات بقوا في الدار كينضفوك يغسلو ضغط للدار قدر نضيفها ضغط زوينة وتم بدخلوها للدار داروا للكحل والسواك والعكار الفاسي وجابوا لها جابوا البنادر وجابوا القرقاع اللوز وداروا واحد الفرحة وبغي يفرحوها وملت ما بدت تتغني وتصفق وملت ما قالت لي وشوفوا قلسوا معايا قال لا شوف احنا عدنين واحد مشهيلة فعلا احنا كأخوات كان دروا جلسات وكانت نقلوا في المقر كل مرة مقر عنده وحدك تلمجوا عنده المقر ديالي عنده واحد جبتات واحد مريح ابقاوا كي يجيون عنده دائما دائما ومهلين فيها وفيما كده خارجت كدوا معهم والأولادها احتاجوا القاوة في واحد حالة حسنة هم يزيدوا فيها كتر قالوا ومن يجب لها الله لينضفها وبقات هكذا لمدة 3-4 سنوات واحد اليوم من الأيام غدتشد الفراش ويبقوا هدلأخوات يقوموا بالتطميم ديالها والعلاج ديالها كتر من ولادها ربي سخر لها من اللي سووتها لاد المرأة قالتك بيعلن فعلا هي كانت تكديل خير في صغرها وربي سخر لها من يأخذوا بيدها في كوبرها رغم ولادها ما دروفها الخير وبقات هكذا حتى توفيت وغسلوها وكفنوها ودوها اللي اقبروا وحضرنا لجنازة ديالها وفي المساء داروا واحد الليلة طيبة واحد لعشاء كلهم جابوا سعيد الكسو وجابوا لادة الأخر اللحظة وترحموا عليها وبقات حياتها آخرها كان أفضل من أولها ربي سبحانه وتعالى رحيم وربي عز وجل كبير وربي إن شاء أعطى وأدهش فأسأل الله الواحد الأحد لك للامين أن يسعد قلبك وأسأل الله أن يسخر لك من يكون في خدمتك وأسأل الله تعالى ربي سخلك جمعيات كنين أخوات فاضلات كيقوموا بالزيارة العائلية وأسأل الله تعالى أن يلقي في قلوب أولادك الرحمة لك أنك يسمعوا فينا الآن كلهم رعيب وحشومة أن أمكم كبيرة في السن وأنها تستنجد بإداءة خاصة عيب عيب كبير رع عرش الرحمة يهتز من اللي كيشوفها هذه الحالة هذه بادروا وصيروا عند الوليدة ديالكم عمروا عليها الضار رأوا الله الخير ما غير يخطاكم رأى عمر نهر سوء ما تشوفه ولكن لبقت الوليدة هكذا احذروا فإن الله كما اسمه الرحيم اللطف بالعباد اسمه الجبار الملتقم أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشاد والصواب آمين آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة